اتلق رئيس الجمهورية عبد المجيد طبون رسالة دعوة من خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود للمشاركة في الدورة الثانية وثلاثة لمجلس جامعة عفوان الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها بجد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 ماي وقد قام وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف باتسلم رسالة الدعوة خلال استقباله بمقر الوزارة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري